18 ساعة وأقل من 150 يوماً هذه المدة هي ما تعتمد حكومة كربلان لأنجاز المشاريع في المحافظة مما أدى لإكمال معظم المشاريع الحيوية والتي كانت متلقية لسنوات بسبب نقص الأموال لن فتحنا عدد مشاريع ووضعنا حجرة ساعة مشاريع تبدأ بالتربية ومشاريع التربية فتحنا مدارس والصحة هذا طبعاً المجمع في حي الغدير في مركز محافظة كربلاء المقدسة من المجمعات الصحية الحديثة اللي بنتها محافظة كربلاء المقدسة وطبعاً أحدث الأجهزة في هذه المجمعات وقبل شوية انتشفت كنت معنا في قضاء الحسينية ومستشفى الحسينية فتحنا مجمع كذلك في أجهزة الرانيين وإنفراس والطوارئ وبناية الاستشارية وكذلك الديلزة فضلاً عن بناء تحتية محطات مجاري وكذلك شوارع بلدية وإكساء لطرق وعدة مشاريع أخرى على كل المستويات مجمعات الماء اليوم أكثر من 3-4 مجمعات ماء افتتحت في مناطق متفرقة حركة الأعمار السريعة في كربلاء امتدت لتجمل مشاريع مهمة تتعلق بتوفير السكن للمواطنين وبناء مدارس فضلاً عن توسعة المحافظة والتخلص من الاختناقات في المدينة القديمة تأتي هذه الحركة العمرانية في محافظة كربلاء وبالخصوص فيما يتعلق بمشاريع المياه لزيادة الطاقة الإنتاجية والقضاء على الشحة المائية خلال فصل الصيف والزيارات المليونية هذا المشروع ساعد على فك الاختناقات التي حصل في كربلاء لأنه تعرف كربلاء أصغر محافظة بالعراق الكثافة السكنية مركزة في المناطق القديمة حالياً عملنا على فتح مناطق جديدة هذه المناطق ذات تصاميم تكون أكثر وسع طرق أكثر اللي هي الحوليات الستين والمية اللي هي حول المشروع هذه الكربلاء الجديدة رح تكون اليوم رح نفك الاختناقات الموجودة التصاميم الحياة الاجتماعية رح تكون مختلفة تماماً عن ما موجود في المدن القديمة من ناحية التصاميم ومن ناحية الطرق والخدمات اللي موجودة بهذا المجمع واللي يعني داخل المجمع وخارج المجمع رغم المهاترات السياسية التي تحصل في البلاد ألا أن محافظة كربلاء المقدسة لم تتأثر وواصلة حركة الإعمار والبناء وإكمال المشاريع الحيوية التي تقدم المواطن من كربلاء المقدسة أنور العقالي السومرية